أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضية وحوار ونناقش في هذه الحلقة الأزمة الإنسانية المتفاقمة للاجئين منسيين قلما يتطرق إليهم الإعلام بخبر إنهم اللاجئون الإرتريون في مخيمات اللجوء في شرق السودان ما هي أسباب نزح الآلاف من اللاجئين الإرتريين عن ديارهم وما هو عددهم ما هي مسؤولية السلطات الإرترية عن تفاقم تلك المشكلة وما هو تأثير التوترات الإقليمية فيها ما هو دور السودان ودول جوار إرتريا في المشكلة والحل وكيف يمكن للأمم المتحدة أن تساهم بإنهاء تلك المعاناة وما هي إمكانيات العودة الطوعية لآلاف اللاجئين وما هو دور المؤسسات الإغاثية في التخفيف من وطأة معاناتهم لاجئو إرتريا الأسباب أسباب المشكلة والحلول هذه المحاور والتساؤلات وحاولوا الإجابة عنها مع ضيفي في الاستوديو المدير التنفيذي لمؤسسة إيثار للإغاثة السيد سلطان عمر سيد سلطان أرحب بك في هذه الحلقة وأبدأ معك التساؤل لدى الكثيرين حيث أن إرتريا قد حصلت على استقلالها بعد الاستفتاء الذي جرى حول تقرير المصير والاستقلال في 21 من أبريل وهو يصادف هذه الأيام من عام 1993 وأعلن استقلال إرتريا في 24 من أبريل عام 1993 رسميا وحصلت على الاعتراف الدولي وعلى موافقة الأمم المتحدة بها كعضو إذن لماذا نشأت مشكلة اللاجئين طالما أن هناك دولة مستقلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا في الحقيقة أحب أشكر قناة الحوارة التي تتيح لنا من وقت لآخر لكي نطل إلى العالم ونذكر أن هناك قضية إنسانية منسية في العالم قل نزيرها في أن يستمع لها كما قلت في مقدمتك أخي جمال ثانيا أنا طبعا أحب أن أبين في برنامجي هذا أنا لست ممثلا لتنظيم سياسي أو لطرف سياسي أنا إنسان أمثل معاناة إنسانية من معايشتي متابعاتي لها الجانب الإنساني الذي أصبح تقريبا نسي منسيين في الغذين لكن ما هناك قضية إنسانية وهي بدون أن يكون لها مسببات نحن نوضح سيد سلطان أنت إيرتريا الأصل نعم أنا إيرتريا وتلمست الجوانب من هذه المعاناة أيضا ربما بشكل شخصي كمواطن إيرتريا نعم بالزبط تفضل إذن إذا لماذا نشأت مشكلة اللاجئين نعم هي مشكلة اللاجئين إذا سننظر إلىها كبداية هي أسبابها التي أدت هي كان الاستعمار الذي كان الذي بدأ من سنة الستين استعمار الإثيوبي وفي حالة بدأت السورة للاستقلال إيرتري عن إثيوبيا نزح ألاف من الجيني للسودان بدء اللجوء كان سنة سبعة وستين تقريبا الذي اعترف به رسميا من قبل المتحدة فمن ذاك التاريخ إلى تاريخنا هذا أن نزح مدال موجود إلى هذه اللحظة هذه معسكرات التي نراها فأحد الأسباب التي أدت إلى الآن بعدم عودة اللاجئين بعودة إلى سؤالك بعد استقلال إيرتريا معلصة في الشديد وهذه حقيقة الكرة الأرضية أصبحت كرة سقيرة فما أصبح هناك مخفي أخفيه بحكما أن تمد عمل الإنسان أن أقول قير واقعي أحد الأسباب أنه لم تتحقق أهداف التي كان يسبو إليها الشعب الإيرتري المهاجر في استقلال وطنه في تحرير وطنه من استعمار الإيسوبي لم تتحقق أهداف التي كان تسبو إليه نفسه لذلك لم تتهيأ له عودة توعية للبلد إلى الآن حتى نوضح عن أوضاع اللاجئين كونك أتحدث بأن هناك لاجئون قد خرجوا مع بداية الاحتلال الإيثيوبي في عام 1962 و67 إذا موجات النزوح من إيرتريا ما هي المفاصل الأساسية التي خرجت فيها موجات كبيرة بعد استقلال إيرتريا عام 1993 هل استمرت موجات الخروج والنزوح للاجئين الإيرتريا؟ مع الأسف الشديد نعم إلى تاريخنا هذا نحن كنا معي وفد من الإيثار الإيغاثة في زيارتنا الأخيرة في معسكر الذي ممكن سنراه فيما بعد في معسكر الشقراب هذا الذي يثير فيه اللاجئين نحن أثناء وجودنا هناك كانت تجي أفواج من الشباب ومن الشابات وكلهم أعمار لا تجاوز عشرين أقل من ثلاثين سنة ما زال فعلا موجود فوجة اللاجئين كنت أشوف تقارير في أحد القناة قبل ما آتي أمس عن طريقة اتجاه الإيثيوبيا بمعدل شهريا ما بين ألف ألفين لاجئة شهريا إلى إيثيوبيا اللاجئين فقط ليس في السودان صحيح في شرق السودان أكثر النسبة العددية في اللاجئين الذي تجاوز نصف مليون نسمة وكذلك عدد اللاجئين في الإيثيوبيا وفي اليمن وفي الكينيا وفي الجبوتي عدد هائل جدا لا تجاوز من هذه الأعداد الضخمة التي ذكرتها تقدير الرسم الإيرتري لعدد اللاجئين هو حوالي نصف مليون والمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة تقدرهم بثلاثمائة ألف هذا الاختلاف بين العددين إلى ما يعود برأيك يعود في هذا الجانب عندما كان الجانب الإيرتري يقول نصف مليون نسمة وأمم المتحدة كانت تقول تلاثمائة ألف نسمة كانت هناك مفاوضات عودة اللاجئين إلى السودان إلى إيرتري عاودة طوعية طبعا هذه كان الحكومة الإيرتري كان لها مطالب وكان لها أجندتها الخاصة وأمم المتحدة كان لها وجهة نظر في عودتهم وفي عادتهم بعدد الذي تراه أو كما الذي كان في سجلاتها لم يتفقوا على العدد بعدد الذي عرضته إيرتريا وعدد الذي اعترفت به من أمم المتحدة على فكرة لهذا السبب برضو هناك في المعسكرات اللاجئين التي أخرجت منهم صفة اللجوء الرسمي ما لهم حقيقة اللجوء كلاجئين طبعا لو سمحت معلومات عن أعداد المعسكرات وتوزع اللاجئين الإيرتريين في شرق السودان أيضا وخارج السودان وأيضا الأعوام أو إذا كانت هذه المعسكرات قد بنيت أو أنشئت قبل استقلال إيرتريا أو بعدها نعم المعسكرات الموجودة في شرق السودان معسكرات اللاجئين هي بدأت كما أقولت لك في بداية عهد النزوح من استعمار الإثيوبي ولم تبنى أي معسكرات جديدة بعد الاستقلال الإيرتريا الأعداد هي هي والمعسكرات هي هي بل لكن هناك في شيء حاصل مثلا في أكثر من 11 معسكر أقلق أخذت منه صفة اللجوء وهذه معاناة كبيرة جدا يعني أتمنى ما السبب في أخذ صفة اللجوء عن هذه المعسكر؟ ولا هم دولة التي تدخلهم في الحساب وتعمل لهم أي دعم خارجين من حسابها هذا الـ 11 معسكر يعاني معاناة فضيعة جدا كم هي نسبتهم من نسبة عدد اللاجئين الكلي؟ العدد اللاجئين الكلي في شرق السودان لا يقل عن نسف مليون نسمة لكن ما زال برضو هذا فينا يعني العدد اللاجئين الأكبر الحجم الأكبر هو في مخيمات شرق السودان بالزبط هذه المعسكرات التي أغلق أو التي لم يتم الاعتراف بها من قبل مفوضية اللاجئين كلاجئين كم تشكل نسبتها من كل المعسكرات؟ تشكل والله 11 معسكر أقلق من أصل؟ من أصل 18 معسكر 11 معسكر هذا أقلق وأخذت منه صفة اللجوء وليس لهم إذا حالان في زيارتنا الأخيرة ما استطعنا أن ندخل لأنه ليس لهم صفة اللجوء الرسمية التي يعتبرونها بما أن في الحقيقة ممكن حنأتي على هدى في هذا الموقف برضو حتى المعسكرات التي لها أخي جمال السفة الرسمية للجوء ما يعطى لهم من المساعدات يعني شيء يشيب لها الولدان من هذا معترفين به اللقاء فقط لمن هو النسبة 30% في معسكرات الباقية يعطى لهم دعم من هم عجزة وأطفال والنساء ولا يسلوا بشيء وما يعطونه لهم لا يتجاوز ما يسد رمقهم لمدة أربعة ثيانب سنتحدث عن وجه المعاناة ولكن لماذا تتخلى الأمم المتحدة عن هذا العدد الهائل من المخيمات التي وصفتها المعاناة الإنسانية الكبيرة والمتفاقمة فيها؟ والله أحد الأسباب التي تخلت عنها تقول أولا قالوا أن أسباب اللجوء التي كانوا لجوا لأجلها نفدت بمعنى الإيرترية السقلة الظاهريا أصبحت دولة مستقلة المفروض أن يرجعوا للبلد طبعا حسلت اتفاقيات العودة الطوعية بين الحكومة الإيرترية وحكومة السودان طبعا عندما يذكر السودان في قضية اللاجب صراحة أن السودان ينبقي أن يشكر على دوره البناء الذي أحتوى به قضية الإيرترية منذ نشأتها إلى تاريخنا هذا ولكن أخي جمال تعرف السودان أولا ديافتنا طالت في السودان ثانيا السودان بحكم ارتباطه الجغرافي من أكثر من ستة دول المجاورة فكل ما تأتي إليه من مشاكل من الصعب أن يحتويها دائما كيف تعامل باختصار كيف تعاملت الحكومة السودانية والسلطات السودانية مع وجود نصف مليون إنسان من اللاجئين داخل دولتها والله صراحة هذا جانب ينبقي أن يشكروا فيه قدموا ما يستطيعوا من العطاء حكومة السودان لأن ترى الآن بكمية الهائلة من العداد الموجودة التعاون السلس المريح الذي يجدونه هو يجدونه من الشعب السودان ومن حكومة السودان بدون شك فيعطوا لهم تجدون كم مئات من الطلاب عندهم دروس في الجامعات وكم من الطلاب يدرسوا في المعاهد وفي المدارس ولكن رقم ذلك كل ما تعطيه حكومة السودان وشعب السودان حاجة الآجئين السودان تجاوزت بمعنى الكلمة استيعاب السودان بنفسه يعني موضوع طال به الزمن وخاصة أن السودان نفسه يعني يعاني من المشاكل الاقتصادية والاجتماعي يعاني من المشاكل الاقتصادية ويعاني من المؤامرات ما نحتاج إنسان يرسفها لكن رقم ذلك هم يقدموا ما يستطيعوا بشعبنا وجزاهم الله خير على هذا ولكن هذا لا يكفي بما يعطونه بأن يتوقع إلى هذا الحد المطلوب من السودان وحكومة السودان أكثر بأن تدعم هؤلاء اللاجئين أن تسعى بكل ما تستطيع أن توفر لهم عوضة مشرفة إلى أوطانهم إلى ذيارهم وأنا في هذا أناشد حكومة السودان بما تستطيع أن تقوم بهذا الدور الإنسان الكبير كيف يمكن للسودان أن تقوم بدور إذا كان المسؤول الأول والأبرز ظاهريا هي الحكومة الإيرترية كون هؤلاء هم مواطنون إيرتريون خرجوا أثناء الاحتلال الإثيوبي والآن هناك برنامج لعودتهم الطوعية تم التشاور مع الحكومة الإيرترية من أجل تطبيقه على أسف على حسن متابعاتي للأمر بأن الحكومة الإيرترية فعلا أنا لست بدور أن تقد الدولة كإنسان سياسي ولكن هذا جانب إنساني له معاناته الدولة الإيرترية برضي ينبقي أن ترعي هذا الهدف النبيل للشعب أن ترعى مسالحه والمفروض الحكومة الإيرترية على رأسها الرئيس الإيرتري كان أهدافهم التي صعوا لأجلها لتحقيقها على مدى الزمن الثورة هو لرفع المعاناة عن الشعب الإيرتري هؤلاء ينتموا إلى إيرتري هؤلاء شعب إيرتري هلو الجهال من إيرتري هاجرت لأنها لم تجد المأمن فحكومة إيرتري ينبقي أن تقوم بدورها وتسمح لهم لعودة اللاجئين إلى أوطانهم سالمين معززين وكرمين مدعومين من قبل المتحدة بشروط التي وضعتها لحكومة إيرتري ينبقي أن لا تقلق الأبواب وتعتبر اللاجئين الإثير موجودين في السودان المعارضة ضدها أبدا بالعكس الحكومة الإيرترية والمسؤولين الإيرترييون دأبوا على القول بأن اللاجئين الموجودين في خارج إيرتري كلهم لاجئون اقتصاديون وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية دفعتهم للخروج من أجل البحث عن فرص أفضل وبوابة ربما للخروج إلى أوروبا وغيرها من الدول وليس هناك أسباب سياسية تمنع الحكومة الإيرترية من عودة أي منهم والله هذا برضو آخر جمال جانب سياسي لكن لا بد أن أجاوب عليه صراحة أن هذا ينتقد الواقع هذا ليس حقيقي هذا الشعب الإيرتري يتناقض مع الواقع الواقع هو الموجود أنا كنت في معسكرات اللاجئين في شرق السودان حينما سألت الشباب كلهم يعني نفس اللحظة الذين وصلوا واحد منهم كان جيش رقيف في الجيش تقريبا أكثر من 15 سنة قلت له أسألك السؤال إيش سبب اللي جابك أولا خاف قلت له يا أخي نحن جائعين من بريطانيا من نظمة إنسانية ما عندنا علاقة بشي بس نحب ننقل معاناتكم للآخرين الليك يعرفوا قال لي ما في مستقبل في إيرتريا وقال له ليش أنا مجند قلي أكثر من 15 سنة ما ترك كليل المجال الليك يرعى أسرتي وأهلي وأولادي كيف أعيش؟ القضية ليست في الاقتصاد المشكلة الإنزامية التي تطرح كثيرا البعض يرى بأنها هذه المشكلة هي مشكلة داخلية قد تكون في أي دولة في إطار التحرر الوطني كون إيرتريا كانت فترة طويلة تحت الاحتلال فلماذا على الأمم المتحدة أو المؤسسات الغذية أن تراعي هذا الشرط إذا كان ربما قد يوجد في أي مشكلة وهو مشكلة داخلية والله أخ الحبيب صحيح مشكلة داخلية من حق الدولة أن تجند الشباب لكي يحموا الوطن لكن إلى متى؟ التجنيد الإجباري إلى الأبد ما في دولة في العالم أتحدى دولة في العالم أن يكون لها منهج الموجود في دولتنا كم هو التجنيد الإجباري الآن؟ مفتوح أنا أعرف أقاربي من هم إخواني من تبقى معهم سيرة الغرابة تقريبا 20 سنة في التجنيد إلى متى التجنيد الإجباري؟ ما يسير؟ جندهم سنة سنتين ثلاث سنوات أربعة سنوات يعني ليس هناك حتى الآن محددة في القانون ما فيه ما أتحدى واحد يخرج من المسؤولين في الدولة مع احترامي لهم أن يقول التجنيد الإلزامي في دولتنا هو محدد بشهر شهرين أو بسنة سنتين في نهاية مجندة 15-20 سنة الأسباب الاقتصادية الأخرى أيضاً الأريتريا خرجت من فترة طويلة من الاحتلال واقتصادها أصلاً اقتصاد ضعيف وإمكانياتها امكانيات ضعيفة فكان الأولى بالأريتريين الذين خرجوا هكذا المنطق يقول أن يعودوا إلى بلادهم ويبنوا بلادهم ويساهموا في نهضتها الاقتصادية لا أن يهاجروا ويبحثوا عن فرص أسهل للعيش في أماكن أخرى نعم برضو هذا جانب من الجوانب المذلمة عندنا في القضية مع الأسف الشديد وهذا يعرفه القاس والداني في داخل أريتريا ومن يتابع شان أريتريا الدولة قلقت الأبواب على الناس اللي تعيش في البلد واللي يستسمروا في البلد واللي يعمروا في البلد ما أتيحها لمجال أصبح كل شيء يسيطر عليه مع الأسف الشديد هذا برضو جانب السياسي الجوانب التي لا أريد أن نتحدث عنها لكن هذا واقع واقع يفرد عليك أن تتكلم أنا واحد من الناس اللي يعيش آلام هذا الشعب المسكين الدولة أقلقت كل الأبواب على الناس ليس بإمكانك أن تتاجر ليس بإمكانك أن تعمل عمل تجاري إلا عبر النظام عبر الدولة وثم كل الشباب أعمار اللي هم ممكن يعمروا بلد يزرعوا بلد ويستسمروا في البلد كلهم في التجنيد ما في الأرض إلا العجزة والأطفال والنساء الكبار فكيف يعمر البلد؟ يعني هذا التساول أيضا كيف يقوم الاقتصاد الإيرتري الآن؟ من الذي يعمل هل هناك بنية اقتصادية حقيقية تستثمر بعض الطاقات الموجودة؟ والله أنا أستبعد هذا صراحة أستبعد من الواقع أن هناك بنية تحتية بما أن شعبنا شعب عفيف يحب يعمل يعتمد نفسه يطور بلد ومجتمعه لكن مع الأسف الشديد أنا أتمنى دولتنا الدولة الإيرتريالي الموجودة أن تغير نظرتها أن تغير تفكيرها العالم تغير العالم ما أصبح كوكب يسيطر عبر مجموعة من الناس أفراد بمنهجية بالسياسة أو برؤية التي يرونها أن الشعوب تعيش تريد أن تعيش محررة معززة مكرمة وهذا كان هدف الثورة بما فيه من الرئيس الإيرتري الذي كان ينادل لهذا السبب فلا ينبقي اليوم أن يديق على الشعب يهاجر كل يوم بالمئات حتى الأرض أصبحت شبه فارقة من شبابه الذي يمكن يبني ويعمر الوطن هناك تقارير تحدثت عن التمييز ربما العرقي والطائف داخل الحكومة الإيرتري والسلطات الإيرتري بين مكونات الشعب الإيرتري هل هذا ينسحب أيضا على اللاجئين هل هناك استهداف لفئة معينة من اللاجئين أو من الشعب الإيرتري حتى تدفعه ظروفه إلى الهرب خارج الميلاد والله صراحة اللاجئين كل أطياف اللاجئين أنا وجدتهم في شرق السودان طبعا بحكم جغرافية إيرتري هي أكثر نسبة في إيرتري تقريبا ما لا يقل عن 60 إلى 65 في منسبة المسلمين الإيرتريين النسبة وثم إخواننا في الوطن النصارى وجزء من لا دينا لهم كذلك رأيت نفس العدد من أهلنا شركانا في وطن النصارى في البلد مهاجرين موجودين في شرق السودان ليس فقط فئة من المسلمين طبعا بحكم عددية القصر الموجودة في إيرتريا هم أكثر طائفة متدررة أكثر المهاجرين أكثر العداد الموجودة في الخارج في اللجوء هم تجدهم المسلمين لكن كذلك موجودين من النصارى من أبناء وطننا اللي هم يهاجر يعاني نفس المعاناة اللي يعانيها الشعب الآخر طب أنت ذكرت بأن الحكومة الإيرترية تعتبر اللاجئين الإيرتريين في السودان خاصة خصما لها ما هي الأسباب التي تدفع الحكومة إلى مثل هذا التصور هل هناك تواجد فعلي للمعارضة الإيرترية داخل هذه المخيمات والله أخي جمال أنت برضو الآن بحكم مهنتك السحفي ستدخلني على إطارات كلها نريد أن نتفهم هذه المشكلة لأن فهم أسباب المشكلة ربما يقودنا في الجزء الثاني من هذه الحلقة إلى الحل الأنجع والحل الأمثل فأنا المشاهد حيقول لي سلطان المسؤول من منظمة إيثار تحول إلى منبر سياسي نارش عن جوانب السياسية سنطعف لخلع هذه القبعة الإغاثية وارتداء القبعة السياسية لو لو لفترة قصيرة فأرجع أن يسامحني المشاهد لكن لا بد أن نجاوب ما يسألني الأستاذ جمال في هذا المجام بدون شك أن كونه ما في معارضة إيثارية هذا نوع من المنطقة اللاخيالي في معارضة في معسكرات اللاجين في معارضة في السودان في معارضة في العالم كله في معارضة بتعارض النزام والنزام هذا يعرف بنفس الحكومة الإيثارية تعرف إن كان العمود الفقر اللي كانوا معهم من أسسوا معه الثورة بل من كانوا معه في حزب سيد الرئيس سياسة فورقي كلهم راحوا منه وكلهم يعادوه كلهم يستنكروا سياسته القمعية في البلد معارضة الشديد يعني المعارضة موجودة بل الشعب كل يعارض الشعب في الداخل يستنكر ما قاعد يدور به معارضة موجودة بدون شك لو تسأل أي واحد من مسؤول النزام من مسؤولي في الحكومة ومعارضة الشديد سيقول لك ما في معارضة يعطل ربيع دولة في العالم تقول لك ما عندنا معارضة يعني عندنا دولتنا الموقرة في رتي إنما في معارضة فعلا معارضة الشعب هذا اللي يهاجر اللي يشرد في العالم ليش؟ صدقني ما كان سيخرجه من أجل الاقتصاد والفقر لكن في قهر عندهم في البلد الشعب مضطهد ما فيش حرية النزام الواحد الحاكم في البلد هو بالتأكيد هذه الوجود المعارضة لا ينفي ولا يتعارض مع كون هذا الكم الكبير جدا من اللاجئين هم مواطنون إيرتريون ولديهم حاجات ولديهم طبعا الحقوق في العودة إلى بلادهم العودة الطوعية الأمم المتحدة كان لها دور أساسي في رعاية هذه المخيمات ثم رفعت رعايتها نتيجة وخدماتها عن بعض هذه المعسكرات منذ عام 2007 كيف تتابع الأمم المتحدة باقي المعسكرات وما هي الخدمات التي تقدمها؟ مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد من عين المشاهدة التي شاهدتها في زيارة الأخيرة قبل عدة في نهاية العام الذي نسرم أولا كما قلت لك حوالي 11 معسكر ألقت منهم صفة اللجوء وإعتبارهم اللاجئين يستحق المساعدة والباقي حوالي 7 معسكر أو 9 معسكر الموجود يعطى له ما نسبته 30% من احتياجاتهم وهذا ليس لكلهم يعطى لنسبة 30% للنساء والطفال والكبار السن وما يعطى لهم ما يقطي إلا احتياجات لمدة أربعة أيام هذا من المشاهدة العينية التي شاهدتها بنفسي في زيارة الأخيرة ومن الإخوة المسؤولين في منزمات الطوعية حكوا لنا هذا العمل عشة أربعة أيام بقيت أيام دبر حالك مهما يسير منزمات الدولية مع الأسفة الشديدة الأمم المتحدة رفعت إيدها عنهم ما أدري ليش يعني يعني يندى له جبين الإنسان بأن الشعب هكذا كما يقول دكتور هاني بنا في بعض الحوارات شعب ينتحم منزم 40 سنة كل يوم وهذا يقودنا إلى التساؤل إذا كانت هذه المعاناة قد استمرت كل هذه السنين الطويلة هل يتبدأ أفق لحل هذه المشكلة وأود أن أركز في هذا الجزء على الحل السياسي لهم الحل السياسي موجود لكن الحل السياسي هذا له أطراف ينبقي أن تلعب فيه الدورة الأساسية أولا الحكومة الإيرتريان ينبقي أن تعتبر هؤلاء شعب إيرتري ينبقي أن يعود إلى وطني ويعامل أرضه ويعيش في أرضه معزز مكرم حكومة الإيرتريان ينبقي أن تفتح مجالها وأن لا تعتبرهم عداء لها بالعكس مهم عداء لها بدون شك حكومة إيرتريان تعرف أن لها عداء لكن ليس كل من هاجر وموجود في معسكرات اللاجئين هم عداء لها إن سمحت لهم يعود ويعيش في بلادهم حتى المعارضة التي تريد أن تغير الحكومة الإيرترية وتريد أن ربما لها أو نهج آخر في تصريف الأمور في إيرتريا والله يعني الله مستعان اليوم البرنامج فعلا كله تحول منبر سياسي يا أخ جمال لكن حتى المعارضة حتى المعارضة أن أتوقع لو الحكومة الإيرترية لو تعامل المفاوضات كما يعمل دولة عالم كل يا أخ جمال كل لاجئين العالم رجعوا إلى بلادهم معادة إخوانا الفلسطين طبعا قضية فلسطينية قضية جوهرية كبيرة يعني من قضية فلسطين كل الكمبودين رجعوا الفيتنامين رجعوا ونتمنى أيضا أن يعود اللاجئون الإيرتريون إلى بلادهم أخير سلطان إن شاء الله يعود اللاجئون الإيرتريون هذه المشكلة نتمنى أن نتلمس بعض جوانب الحل لها خاصة سنركز على الجانب الإنساني ودور المؤسسات الإغاثية في جزء ثاني من الحلقة أعزائي المشاهدين فاصل قصير نعود بعده لمتابعة برنامجنا فابقوا معنا أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في هذه الحلقة من قضية وحوار والتي نناقش فيها مشكلة اللاجئين الإيرتريين في السودان في هذا الجزء من الحلقة سنتحدث عن آثاق حل مشكلة اللاجئين والعوائق التي تقف أمام العودة الطوعية لهم إلى بلادهم ورحب مرة أخرى بالمدير التنفيذي لمنظمة إيثار للإغاثة السيد سلطان عمر سيد سلطان سنتحدث الآن بالتفصيل عن الحاجات الأساسية لهؤلاء اللاجئين الحاجات الإنسانية وكيف يمكن للمؤسسات الإغاثية سواء كانت مؤسسات إغاثية محلية في التخفيف من هذه المشكلة بداية ما هي الحاجات الأساسية لهم والله الحاجات الأساسية التي يحتاجونها كل ما يقوم سلبهم من الأساسيات التي يحتاج فيها الإنسان المعسكرات تحتاج إلى الإطعام المعسكرات تحتاج إلى مجال السحي المعسكرات تحتاج إلى مجال التعليم أجيال الشباب أطفال صغار تائهين في معسكرات وليس لهم شيء والمنزمات التي تدعم قليلة والتي تعطي قليلة صراحة لذلك أنا أهيب بكل من له دمير إنساني من المسلمين ومن غير المسلمين لأن الموضوع يتعلق بالإنسان نحن هنا في منظمتنا في إيثار لا يعنينا إنسان ينتمع لأي دين نحن هدفنا تخفيف المعاناة من الإنسان بقدر المستطاع ولا نميذ بين هذا و ذات إن كان أمامنا مسلم له قوت لحظة والآخر أمامنا ليس له شيء ما يأكله نحن نفضل هذا الذي ليس له لأن مقاييسنا التي نتعمل بها مقاييس إنسانية معلسف حاجتهم شديدة لكل شيء لذلك أنا أهيب لكل المنظمات الإنسانية أن تقدم الدعم لهؤلاء الناس لأنهم يحتاجون كل شيء و يفتقدون تقريبا كل شيء طيب أنتم من خلال إيثار ما الذي قدمتموه و كيف يمكن أن يتم تطوير هذا الجهد من خلال إيثار و من خلال المعنظمات الإغاثية الأخرى نعم صراحة قبل ما أحكي عن إيثار أحب هنا أن أن أنوي على بعض المنظمات التي لها دور ولا ينبقى أن ينسى لهم التاريخ على رأس هذه المنظمات ما من أزمة جماعية حلت قديما أم حديثا إلا وهلال الأحمر الإماراتي دائما يتواجد في الساحة صراحة الشكر الموصول لهم لإمارات الخير و هلال الأحمر الإماراتي الذي دائما يتواجد في هذه المعاناة في هذه الساحة ثم كذلك الهيئة العمل الخيرية Human Appeal التي هي مقرها منشستر التي مديرها التنفيذ الدكتور معين و الفريق الذي معهم صراحة بيقبط مجال جميل جدا وهو مجال السحي بنسبة ما بتعاون بما تقدم لهم المتحدة ثم يشرف على المعسكر الذي هو يستقبل اللاجين معسكر الشغراب الذي يسمي أول من يسلوه فيتعمونهم الطعام فصراحة الشكر الموصول لهم Human Appeal التي تعطي بقدر ما تستطيع وأتمنى منهم أن يبذلوا مجهود أكثر ثم هناك بعض المنزمات في قطر في البحرين في الكويت في السعودية تدعم قليلا ولكن ليس بحاجة الكم الموجود والظروف التي يعيشها الناس هل هناك أسباب لتحجيم عمل هذه المؤسسات داخل المعسكرات؟ والله أحد الأسباب نحن نعتبر شعب داخل الدولة السودان في حد ذاته كما قلت طبعا ودائما نكرر هذا كالتلخير المسوداني على العطاء المستمر بلا حدود نحن الآن في زيارتنا عند مشاكل التي تكفير في دارفور وجنوب السودان نعم السودان عندهم ما يكفي من المشاكل نسأل الله إن شاء الله يقلق عنهم هذه المشاكل يستغر السودان ويكون آمناً مطمئناً صخاءاً في بلده وإن شاء الله يستفيد منه البلدان المجاورة حاوله بعد استغراره طبعا أول دولة داخلنا الجغرافي المشكلة المنزمات التي تتعمل دائماً تسعى لكي تتعامل مع الدول فنحن نعتبر شعب داخل دولة يعني هناك تقصير من هذه المنظمات أو من السلطات السودانية بالعاكد السلطات السودانية لا عندها أي مانع تأتي منزمات لكي تتفقد أحوالهم لكن ما يسلوا إليهم لأن هناك مشاكل تعيق كثير مشاكل موجودة في السودان كثيرة في حد ذاتها لذلك أنا أتمنى أن تتبنى هذه المنزمات هذه القضية نحن الآن في الإيسار نسعى أن نحي هذه القضية عبر إمكانيات اللي عندنا الحمد لله بنسعى في كفالة الأيتام في تخفيف عن المعاناة الأرامل والأطفال ودعم المدارس ودعم المؤسسات التعليمية ودعم القوافل الطبية في رحلتنا الأخيرة كان عندنا جولة طيبة مع مجموعة من إخواننا البريطانيين المسلمين المتبرعين معي سبع إخوة رحنا كان عندنا جولة طيبة وفي هذا المجال أحب أن أشكر كل المنزمات كل الجهات الرسمية التي استقبلتنا وهيئت لنا المجال وسمحت لنا أن نتحرك بحرية في السودان وأن نسئل كل الأماكن التي وصلناها الشكر موصول لهم بدون ما أخصي السودان شعبا وحكومة وكل من قابلناه ودعمنا وأيدنا فمشكورين لهم فلذلك أنا أهيب البنزمات الخيرية والإنسانية والإسلامية أن تتقل الله سبحانه وتعالى أن ترعى هؤلاء المؤسسات الدولية والمؤسسات الغربية هل لها وجود في المعسكرات في معسكرات اللجوء في شرق السودان صراحة هي ما أكتب أقول الممتحدة الموجود هذا كما قلت لك قلصت دوره على سبع معسكرات وأقلق 11 معسكر أخذ منه شفة اللجوء وحتى هذا سبع المعسكر الذي يعطي لهم لا يقضي من حوائجهم شيء إلا لمدة أربعة أيام إذا كيف يعيشون بقية الأيام؟ يعيشوا والله ودعوهم أساوي صراحة كيف؟ ما عندهم شيء أكلوا ما في حاجة يأكلوا أنا رأيت ناس يحلفون لي بالله أن تمر عليهم أيام ما يجدوا شيء أكلون اللهم استعلم إذن الأمم المتحدة عندما تواجه بمثل هذا الظرف ما هو موقفها؟ ما الذي تقوله؟ بماذا تبرر هذا التقصير؟ والله أنا صراحة ما رأيت لهم لماذا قبل سنة 2007 عندما رحت قبل بفترة كان من العام تعالون التحدة كان زار وشاف الشرق السودان قال أمام الملأ ما كنا نتوقع معاناة اللاجين بهذا المستوى فأعتذر للشعب الإريتي الذي عانى هذه المعاناة وسنجعل الأمر يتغير وسندعم ولكن من تلك اللحظة إلى هذا التاريخ ما أخذوا خبرهم أصبحنا في خبر كان ما أحد يهتم بنا هل هناك تقصير من قبل اللاجئين في إيرتريا ومن قبل المؤسسة حتى المعارضة الإيرتريية الموجودة بإيصال رسالتها وبإيصال صوتها إلى هذه المؤسسات الدولية والله أنا في هذا المجال أنا أهيب لكل الإيرتريين عامة سواء كانوا السياسيين أو المعارضين أن لا يجعلوا قضية اللاجئين قضية جزء يتناولونه عند حاجتهم لإستعراض بأنهم موجودين في الساحة لذلك أهيب بإخوان الإيرتريين عامة وبالمسلمين خاصة أنا اللي أنا انتمائي في هذا العمل هو الهدف الأساسي منه لأنني مؤمنا بربي وبديني وبإسلامي المنطلق الأساسي الذي دفعني أن أعمل في الساحة هذه هو إسلام وديني الذي أعتز به وهذا لا أصحب منه أن أعلنه في أي مكان الذي دفعني هو إيماني وإسلامي لذلك أنا أهيب لكل الإخوان الإيرتريين ومسلمين في العالم الذين يسمعونني وعندهم إمكانيات وقدرات أن يتقوا الله في إخوانهم كم من الكوادر العلمية موجودة وكم من الدعاء موجودين وكم من الأقنياء الإيرتريين موجودين أنا قلت لكل إيرتريين لأنه من يعيني الشعب ليست هذه مشكلة وطنية لكل شعب الإيرتريين؟ بدون شك أنا أهيب بكل إيرتريين عامة لأنه قضية قضية الشعب والشعب الإيرتريين لا في فرق بين المسلم والنسراني لكن أنا كإنسان مسلم كممطلق إيماني أوجه رسالتي للمسلمين الإيرتريين ووالله سيصالي أمام الله يوم القيامة لماذا تخلوا عن إسلامي؟ أين أخوة الدين والإسلام والوطن؟ يعني من من الناس عندهم إمكانية أن يعمل ولكنه لا يأبه بل من الإيرتريين المسلمين على أسف الشديد وكذلك إيرتريين قير المسلمين في من لا يعرف أن هناك معاناة لأهلهم وشعبهم في إيرتريا في شرق السودان وعلى فكرة معاناة حتى في الداخل يا أخ جمال نحن نتابع الأوضاع الموجودة في شرق السودان المعاناة في الداخل إيرتريا برضو ما سهل الشعب ما عنده شيء الواقع ما يجيبه الإعلام شيء لكن الواقع إيرتري في الداخل لأن الحكومة لوجهة نظرها احترمها بأي إن كان اجتهاداتهم منعوا دخول من الزمات لأن الشعب يعتمد على نفسهم لا أدري الشعب يعتمد على نفسهم من إيش فنحن ننادي الحكومة الإيرتية أن تسمح المجال عمل الإنسان أن يدخل يقيس الناس إن رفدوا الآخرين داخل إيرتريا تقصد؟ طبعا حتى داخل إيرتريا معاناة موجودة فقرة هؤلاء اللاجئين عندما تلتقوا بهم ما الذي يطرحونه عليكم من خيارات ما هو الذي يرغبونه؟ والله الأهم الخيار اللي يتمنهم عودتهم إلى وطنهم ثم كل واحد من قابلناه في المعسكات يتمنى أن يتاح له المجال لكي يعلم أولاده ويراعوا صحيا وتوفر لهم لغمة العيش يعيشون فيها معززين مكرمين لذلك في هذا المجال أنا أهيب لإخواننا في حكومة السودان إخواننا السودانين الطيبين أن يبذلوا قصار جهدهم لكي يبرئوا ذمتهم بالتعاون مع حكومة الإيرثياء وعم أم المتحدة لكي يدعوا الموضوع على الطاولة لكي يناقش موضوع رسميا يا أخي جمال هذه معاناة طالة بها أكثر من 40 سنة وشعب يعاني كل يوم إلى ماذا يثمر؟ الوطن يحتوي الإيرثريين وغير إيرثيين أرض واسعة فأتمنى لحكومة الإيرثرياء أن تدعى وتفتح قلبها للشعب لكي يعود إلى وطنه معزز مكرم وأم المتحدة أن تهيي وترتب لهم مجال وتحفز لهم كرامتهم وتدعمهم لكي يعودوا ليبنوا حياتهم مثل ما دعمت المنزمات مثل ما دعمت اللاجئين العالم كله الأمم المتحدة السيد سلطان قامت ببرنامج ما يسمى العودة الطوعية ابتداء من عام 95 ثم توقف في 2004 هذا البرنامج يقوم على عودة أكبر عدد من اللاجئين إذن ما الذي يقف حجر عثرة أمام استئناف هذا البرنامج وعودة اللاجئين الطوعية هذا البرنامج بالذات لماذا توقف؟ إن قراءة سريعة لواقع العودة المنزمة منذ سنة 1991 إلى سنة 2004 تعكس عدد الذين عادوا فيه أن يقدر بحوالي 100 فلكن تجد من العدد اللاجئين الذين رجعوا 18% السبب الأساسي عدم نجاح هذه الخطة كانت بين حكومة الإيرتريا ومنظمة أمم المتحدة حكومة الإيرتريا كان لها أجندتها يبدو على أساس تسلم كل الأموال التي ينبقي أن تعطى للاجئين الإيرتريا مسبقا لها لم أدري لماذا كان عايد تداعها وفعلا أعطيها لهم جزء من المال لكي يستوعبوا اللاجئين العائدين عندما عادوا لاجئين اللي رتبت لهم عودة الطوعية لم توفر لهم الحكومة شيء مما وعدت بهم من المتحدة كتوفر لهم وهل كان اللاجئون يريدون أن يأخذ الأموال مباشرة مواجب كل دولة أن تستلم هذه الأموال وتوزعها لكن طبعا ضمن رقابة تمعينة لكنها معلاصة في شديد حكومة لم تفعل هذا اللاجئين أخذتهم لم توفر لهم شيء بل كان لهم أفضل أن يعود يعيشوا في معسكات التي كانت فيها وفعلا عادوا من جديد عادوا من جديد العودة الطوعية التي كانت للوطن أصبحت هجرة جماعية من جديد وعادل معسكات التي كانت لأن ما توفر لهم في معسكات اللاجئين لم يتوفر لهم عند عودة الطوعية التي تمت فيها اتفاقية بينهم والمتحدة والحكومة الإيرتريا في داخل الإيرتريا هناك تقرير تحدث عن جملة من المخاوف لدى اللاجئين الإيرترييين من عدم عودتهم الطوعية يقول اللاجئين أن إيرتريا لم تعود في وضع يحقق تطلعاتهم بسبب تراجع الوضع السياسي وتدهور الوضع الاقتصادي وتقييد حركة الإنتاج من خلال حضر الأنشطة الاقتصادية وإدخال كل الشباب المقدر في الجيش هذه الأسباب قد تكون موجودة في إيرتريا وقد تكون موجودة في أي دولة إفريقية خاصة في القرن الإفريقي الذي يعاني ما يعاني من التوترات والقلاق لماذا تدفع هذه الأسباب اللاجئين أو الإيرترييين إلى الخروج من بلادهم ولا تدفع آخرين للبقاء والله يشوف يا أخي جمال يعني قلنا فعلا الوضع المأساوي الإنساني هذا مرتبط بوضع السياسي القاهرة الظالم في إيرتريا لو هؤلاء الشباب يا أخي أنا مصلحين دولة موجودة في العالم يجند الشباب إلى مدى التاريخ إلى العمر كله مثل في إيرتريا يعني شوف الإثيوبيا اللي كانت مرافقي للحكومة الإيرترية اللي كانوا مع بعض مرافقي الندال إثيوبيا أصبحت فين وإيرتريا أصبحت فين وإيرتريا أصبحت فين ودعا لاجئة إثيوبيا عادوا كثير منهم وعاشوا في بلدهم عندهم أحرار وستبى الأمن عندهم عاشين معززين مكرمين هل لإثيوبيا أي دور في بقاء اللاجئين الإيرتريين خارج بلادهم؟ أبدا البقاء اللاجئين الإيرتريين خارج البلاد مع الأسف الشديد وأنا أقولها مضطرا لأنني لا بد أن أوضح الصورة التي ودعتني فيها أخي جمال هي سببها النظام والحكومة الإيرترية في داخلها يعني أفهم منك أن وجود اللاجئين خارج بلادهم وهو ليس إلا في مصلحة النظام السياسي في إيرتريا فقط؟ ما أحد له مصلحة أن يهاجر اللاجئين من إيرتريا والله يشوف أحد الأسباب التي يعني الحكومة الإيرترية التي لا تريدها هؤلاء لو عادوا أكيد هي عاملة حسابات تخافين ومليش ما أدري ياريت هذا يسأل في برنامجكم هذا تجيبه فيه من الحكومة أحد تسأله السؤال هذا تقول لما أنتم خائفين من عودة اللاجئين لأوطانهم إلى بلادهم هم رسمين يقولوا أنهم ليسوا خائفين واللاجئون الإيرتريون خرجوا بأسباب اقتصادية وهذه الأسباب هي التي تدفعهم للبقاء في الخارج والله شوف برضو لكي أكون منصف جانب الاقتصادي ما أقدر أقول لك أنا ما فيه البلد ما فيه شيء البلد مقلغ من كل اتجاهات لا فيه منظمات الطبيعية تدخل لا التجارة إتيوبيا وإيرتيا طريق مقلغ حتى بين السودان وإيرتيا ما يدخل قليل الحركة مع دول الجوار كلها على مدد فجانب الاقتصادي موجود من المعاناة السياسية التي أفردتها الحكومة الإيرترية الحكومة الإيرترية لو فتحت المجال للشعب الإيرتري صدقني كما كان يحلم به هم في حكومة أن يحولها إلى سنقفور إيرتريا سنقفور الأفريقية كانت ستكون لكن معلصة في الشديد السوء التخطيط وسوء النظام والإنفرادية وعدم مشاركة الآخرين في هذه سمارة التي أسمرت من الشعب التي بعد ندال طويل أكثر من 30 سنة احتكار الانتسار على تنظيم بعينه ناكرا من شارك الآخرين هذا الذي أوردنا هذه الموارد معلصة الشديدة الأمم المتحدة أيضا فرضت بعض العقوبات على إيرتريا بسبب ما يقال بأن أسمرت تساند جماعات المتمردين الإسلاميين في الصومال هل هذا انعكس أيضا على وضع اللاجئين الإيرتريين خارج إيرتريا؟ والله وضع اللاجئين الإيرتريين قبل أن انتغى هذه العقوبات على الحكومة كانت تعايشين في هذه المعاناة ما كان له أي دور على اللاجئين الإيرتريين ومأز على حد علمي يكون له دور برضو في داخل الإيرتري على الشعب لأن الشعب أوردي عايش في مطاها وفي ظروف قاسية جدا وفي الوضع الاقتصادي صعب ما له مسيل أما اللاجئين كان يعيش في المعاناة هذه قديما وموجودين فيها حديثا فما لها أي دور في التأثير على الشعب لا في الداخل ولا في الخارج على ما أتوقع هذا الجانب هذه الأرقام والأعداد الهائلة للاجئين التي تذكرها الأمم المتحدة ألا يمكن أن تستخدم لتشويه صورة إيرتريا وإثبات فشل النظام السياسي فيها؟ وعجزه عن حل هذه المشكلة الموجودة بين إيرتريا وبين الأمم المتحدة مع الأسف الشديد هذا هو الواقع مع الأسف الشديد هو هذا الواقع لأن الحكومة الإيرتريا لم تستوعب شعبها لكي يعود إلى أرضها ويعيش في بلدهم آمينين ومطمئنين ما احتوتهم أخلتهم بالله عليك لو تتابع الإيرتريين يموتوا في البحار وهم يبحثوا عن الأمن الإيرتريين يموتوا على الحدود المصرية وهم يهربوا إلى فلسطين ومع الأسف الشديد يوم من الأيام ممكن يرجعوا لعالم الإسلامي وكله وخنجرة يدربوا بها من وراء المسلمين والإيرتريين والعالم العربي أسبح مأوى للإيرتريين يهاجر إلى فلسطين المحتلة تحت احتلال اليهودي مع الأسف الشديد أنا أناشد والله لكل من له دمير حي أن يحتوي هذا الشعب أن يتقوا الله إذا التساوى الأخي سلطان إذن لماذا قل النشاط الإغاثي في معسكرات اللاجئين الإيرتريين بشرق السودان والله هذا سؤال محير صراحة أنا حتى ما عرف له أسباب يعني المنزمات الإنسانية لما أقلت نشاطها في شرق السودان أنا ما عرف له أسباب الحكومة السودانية أنا على يقين هي تفتح المجال وتعطي بقدر ما تستطيع وما حدت منزماتها أن تروح تعمل لكن المنزمات الخاصة الإنسانية الكبيرة لها أهداف استراتيجية تسعى له بطرقها الخاصة ما عندها المعادلة الحقيقية في تعاملها في مقاييس الإنسانية البحثة لو ترى الآن القصة الدارفور هذه مع احترامي لقضية الدارفور أدية لها من المصداقية بما يروجه الإعلام خلال فترة وجيزة رفعوه إلى السماء العنان وقضية اللاجين التي أكتر وأنا لا أتنهاوا أن قضية الدارفور هي قضية بسيطة لعل موجود فيها شيء مما يقال ما أدية كم هو من المصداقية لكن فيها شيء ما طيب أنت في حال هذه خلال كم سنوات قضية الدارفور أصبحت من قضاء العالمية في كل الإعلام في الجراية في محطات وقضية اللاجين الارتهاد للمرة عليها ربعين سنة من سنة سنة الآن ربما تكون الإجابة أيضا جزء من مسؤولية الإيرتريين في تكوين جماعات الضغط هنا وهناك من أجل توضيح قضيتهم وإنصافهم على الأقل من الناحية الإنسانية وعودتهم الطوعية إلى بلادهم وتحسين ظروف العودة نعم والله كلامك فعلا عين السواب صدقت كلامك جميلة أخوة أستاذ جمال لذلك أنا أهيب من جديد أهيب الإخوان الإيرتريين عندنا إيرتريين عندهم كانيات في أمريكا في كندا في إسراليا في سويدن في بريطانيا في شباب عندها قدرة لكن أقول لهم أخي الحبيبي اتق الله وتجاوز عن نفسك وتجاوز عن زوجتك وأولادك أنت تعود إلى الله عز وجل قد فارق اليدين إلا بما قدمته للآخرين وزنك عند الله عز وجل تنزل القبر لا تملك شيء مهما كنت قنيا عند الله حسابك يوم القيام ما قدمته للآخرين إخوانك بحاجة لدعمك وإنت عندك إمكانيات والله يندى له الجبين الإنسان يوم القيامة ما أدل كيف سنلقى الله يوم القيامة حينما ترى أخي جمال أنا برضو أرجع أقول الهدف الذي دفعني في هذا عمل هو إسلامي وديني مراكز القرآن التي تئني من الجوع أهل القرآن الذين خصوا من المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل الله وخاصته لا يجدون ما يأكلونها من وجبة اليوم هذه مراكز سدعة من ديوان الزكاة الله يجزيهم الخير في السودان أسأل الله أن يوسع على أموالهم لكن ديوان الزكاة عندها محطات ومشاريع لا تنتهي في داخل السودان فأنا أهيب لكل أخ إريتري مسلم لكل أخ إريتري إنساني من يعاني هناك مسلم وغير مسلم في شرق السودان وفي إتيوبيا في إتيوبيا في معسكة اللاجين وضعهم أسوأ من معسكة اللاجين في شرق السودان من أي ناحية؟ من ناحية الاقتصادية ما عندهم شيء يعطى لهم لكل واحد بمعلومة غير لعندي عشر كيلو من القمح يطحنونه وبس ما عنده شيء أقول عشرات الآلاف هناك في حدود إتيوبيا بين إريتيا وإتيوبيا وفي شرق السودان وضعهم هكذا فيتقوا الله الإريتريين في أنفسهم عامة مسلمين والنصارى انسى جانب السياسي جانب الذي فرق الشعب الإريتري على المحطات والجماعات والأحزاب والقبائل ما حينفعنا شيء إريتريين من تسمعوا ندائي ورسالتي قدم لإخوانك جانب الإنسان العملي أعني إخوانك بدل ما نضيع وقت في مفارغات سياسية وتفتيت الجماعات وتفريق الأحزاب خلينا نتوحد على جانب الإنسان نقيس هؤلاء الناس بلقمة العيش نقيسهم من الجوع والفقر نعلمهم أنا أتمنى أن نتجاوز بيوتنا ونساءنا وأولادنا ونمد العون لهؤلاء أنا أشفت في مركز مراكز القرآن أخي جمال البنات جاءوا هاجروا هربوا من هذا التجد الإجباري جاءوا من هم أيتام من هم تركوا أمهاتهم وأباهم جاءوا لكي يحموا شرفهم وما عاد سكلم في هذا الجانب والمشاهد يفهم ما يسهب به أخواتنا في التجد الإجباري في أريتريا جاءين في معسكرات في مركز المراكز يعيشوا في أماكن والله واحد ما أدري كيف نقف بنت مسلمة في مكان لا ترضى لها لا ترضى أنت لبنتك أخي جمال أو لبنتك أن تعيش في هذا المكان يفتقدون أبسط المقاومات التي يقوم بها سلب الإنسان فلذلك نحن نتمنى أن إخواننا الأريتريين عامة نحن مسلمين ونصار كله شعب واحد ثم إخوانا لمسلمين الأريتريين أن يتقوا الله في إخوانهم من المعاني والله سيسألهم الله يوم القيامة لما تخليتم عن إخوانكم أنا أقولها أبرئ فيها زمت ونحن في الإيسار منزمة ما ننتمي لأحد ننتمي لله والفقراء مستعدين أن نكون لكم جسر يمتد منكم إليهم ونحن منزمة طوعية تعمل عمل تطوع بحث أنا عندي عملي دخلي والإخوة الذين هم معي إخوة متخصصين أكاديميين ذكاتر عندهم كانياتهم حياتهم الخاصة نحن منزمة طوعية لا نأخذ في هذا العمل شيء نسأل الله أن أجرنا لأعملنا لكل سبحانه وتعالى لذلك نحتاج أن ندعمونا أن ندعم إخوانهم أهلهم ما هو دور العرب هنا أخ سلطان هل هناك تواجد أو دور مؤثر للدول العربية في مشكلة اللاجئين الإيرترييين وخاصة أنهم موجودون في دولة عربية والبعض ما زال يعتبر أن إيرتريا تنتمي إلى الوطن العربي والله يا أخي جمال برضو هنا سألت السؤال كبير جدا حقيقة ولكن أريد إجابة مختصرة جدا العالم العربي كان له دور كبير في تحرير إيرتريا في دعم الثورة الإيرتريا قضية الثورية احتدنها في كل عالم العربي بكل البدان جمال العربي دور العربي المحيطة لإيرتريا كان لهم دور كبير في دعم إيرتريا وتوصيل هذا تخلوا عنهم أنا أناشد عالم العربي أن يتقوا الله في إخوانهم نحن كنا في العام المادي في زيارة إلى دوتا الكويت استقبلونا استقبار جزاهم الله خير وعدونا عدات طيبة وعندنا برنامي إن شاء الله زيارات للكويت للقطر للإمارات فهم لهم دور أنا أتمنى ممكن يكونوا حماة لعالم العربي هؤلاء اللاجئين لو وطنوا أو لو وطنوا أو لو وطنوا المجال أن يعملوا في عالم العربي يد أمينة وشعب عفيف فيمكن يقتلهم ساحات فيدعم هؤلاء اللاجئين في تعليمهم في كفافة عن السؤال الناس والله من من الناس من لا يملك شيء أخجمان ولا يسأل عفاف عجيب عند شعبنا لكنه أصبح نسيا منسيا عالم العربي كان له دور في تحرير الإيرتري عالم العربي كان له دور في مساعدة السورة في نشأتها في دعمها من البداية إلى النهاية لكن برضو هذا أنا لا أريد أن تقل هنا لماذا انتكست العلاقات بين عالم العربي والشعب الإيرتري له أسباب ومسببة يعرفها تعرف أن تراجع دور العربي هو ليس فقط عن هذا الملف أتمنى أن يعرف هذه القضية إن شاء الله تعالى هو ملف القضية الفلسطينية المدير التنفيذي لمنظمة إيثار للإغاثة السيد سلطان عمر أشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم عزيزي المشاهدين في ختام هذه الحلقة أشكر لكم متابعتكم وألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله وإلى اللقاء